السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزاء اليوم راح نبدي بالمحاضرة السابعة اليوم راح نبدي انحل أسئلة بسط الجملة العددية باستعمال تنسيب المقام وترتيب العمليات على الأعداد الحقيقية هي نفسها الجذور بس إذا نطاك كسر كسر وبالمقام عندي جذر هذا كسر خط الكسر وبالمقام عندي جذر شون راح أحل له هذا السؤال أولا هذه أول مسألة شون راح أحل هذا السؤال طلاب انتبه قلت لك إذا جاء كسر وبالمقام عندي جذر يعني الفكرة مالت السؤال عندي كسر وبالمقام جذر أعيد هالمرة الثالثة أولا أنزل السؤال مالتي سبعة ناقص جذر خمسة على جذر خمسة السؤال نفسه نزلته أضرب أقول فيه أخلي كسر ثاني شا خلي بهذا الكسر أخلي بسط ومقام قيمة المقام شو يدي عندي هنا بالمقام جذر خمسة أكتب فيه طلاب طريقة الحل يعني هذه ثابتة ثابتة من عندي شون الفكرة مالت السؤال أنه أنا أنزل السؤال بالبداية أبدأ الحل أنزل السؤال أشوف بالمقام شو عندي هذا مو عندي بسط الفوق بسط ووجوه مقام عندي بالمقام شقد جذر خمسة أخلي جذر خمسة هنا وجذر خمسة هنا أقول يساوي وأخلي خط الكسر مارتي أبدأ أقول هس جذر خمسة أوزع أضرب جذر خمسة في سبعة شقد خارج الجذر الخمسة شقد موجود واحد قلنا إذا نضرب جذور أضرب خارج بخارج وداخل بداخل هس هذا السبعة خارج والواحد خارج أضرب واحد في سبعة هو سبعة والجذر خمسة نحن قلنا واحد جذر خمسة في سبعة ضربنا خارج بخارج واحد في سبعة سبعة وجذر خمسة شبيه ينزل بعدين أكتب العلامة شعندي هنا يناقص أوزع النوب واحد للجذر خمسة في واحد للجذر خمسة هذا هم قدامه واحد بس ما يعني ما حاجة نكتبه هس رح نقول واحد في واحد واحد جذر خمسة في جذر خمسة هو خمسة بدون جذر لأن تعلمنا إذا نضرب الجذر في نفسه نزل عدد نفسه بدون جذر هسا كملنا ضربنا جذر خمسة في سبعة وضربنا الخمسة جذر الخمسة في جذر خمسة ضعتنا خمسة هسا نضرب مقام مقام جذر خمسة في جذر خمسة هو خمسة بدون جذر نحل السؤال وهذا السؤال طبعا عليه عشر درجات بالامتحان سواء كان شهري يعني فصلي أو كان وزاري هسا نبدي نحل نبدي نحل سؤال ثاني إذا عندي مثلا مثال الثاني طبعا هذا من السؤال تأكد من فهمك موجودة بالتمارين إذا عندي واحد ناقص جذر ثلاثة على أربعة للجذر ثلاثة أربعة للجذر ثلاثة شون أحل السؤال أكتب الحل وأجي أنزل السؤال مالتي واحد ناقص جذر ثلاثة على أربعة للجذر ثلاثة على أربعة للجذر ثلاثة أبدأ أحل شا قول؟ أقول فيه أقول فيه و أخلي خط كسر واحد ناقص جذر ثلاثة على أربعة للجذر ثلاثة أكتب فيه و أخلي خط كسر ش راح أقول هسا؟ شو عندي بالمقام؟ أربعة للجذر ثلاثة طلاب ما أقدر ما أقدر أخلي أربعة للجذر ثلاثة بالبسط وأضع أربعة للجذر ثلاثة أنا أريد بالمقام العفو ما أريد أتخلص بس من الجذر ثلاثة بس اريد اتخلص من جذر ثلاثة لذلك اكتب جذر ثلاثة هنا وجذر ثلاثة هنا طلاب نزلنا السؤال وهنا كتبنا فيه خلينا خط كسر شباوعنا بالمقام شموجود عندي يعني جذر ثلاثة ما لعلاقة بالبسط نهائيا ما لعلاقة بالبسط علي وين بالمقام جذر ثلاثة فوق وجذر ثلاثة جوا اكتب يساوي هس اجي اوزع الجذر ثلاثة مرة اضرب الجذر ثلاثة في واحد اي كمية تضربها بواحدية نفسها جذر ثلاثة زيان الشو عندي هنا العلامة عندي طرح اضرب جذر ثلاثة في جذر ثلاثة هي ثلاثة بدون جذر اجعل مقام هناش عندي يمل الجذر ثلاثة عندي واحد أضرب خارج بخارج وداخل بداخل أربعة في واحد لأن أربعة خارج والواحد خارج هو أربعة جذر ثلاثة فيه ثلاثة فيه جذر ثلاثة هي ثلاثة بدون جذر هنا أكملت السؤال ما أعطي باقي خطوة الصغيرة اللي هو أنا عندي هنا قوس الضرب لازم أتخلص من عنده ويطلاب يسألون ما سويت ما سويت شي عيني هذا البسط نزل نفسه ناقص ثلاثة وهنا المقام صار عندي أربعة في ثلاثة يساوي لي اثناش هنا زاد خطوة ليش لأنه بالمقام يعني هسه عندي ضرب لازم أتخلص من عنده أخليها أربعة قوس ثلاثة لا أضرب الأربعة في ثلاثة هذا السؤال المهم جدا ويجي بالأسئلة الشهرية قلت لكم سواء أو نص السنة أو يعني أسئلة الوزارية طلاب هسه أنا عندي سؤال آخر عندي واحد ناقص جذر عشرين واحد ناقص جذر عشرين على جذر خمسة طلاب شون أبدي أحل هذا السؤال أكتب الحل من أجي أبوع السؤال أشوفوا الخمس جذر خمسة ما يتحلل بس عندنا جذر عشرين ترى يتحلل إحنا صح حلينا السؤال قبل بس كانت عندي الخمسة ما يتحلل لاعفوا جذر خمسة ما يتحلل وجذر خمسة ما يتحلل وهنا كان عندي جذر ثلاثة ما يتحلل جذر ثلاثة ما يتحلل حسن عندي الجذر عشرين لازم أحلله طلاب أجع على صفحة أحلل الجذر عشرين العشرين أحللها على اثنين بها عشرة على اثنين بها خمسة والخمسة على خمسة بها واحد إذن من كل اثنين أخذ واحد أكتب عليه خارج وهذا ش راح أكتب عليه أكتب عليه داخل هذا اللي خارج وهذا أكتب عليه داخل إذن أبدي أحل السؤال واحد ناقص جذر عشرين هو اثنين خارج وخمسة داخل أبدي أحل هنا هي جذر خمسة ينزل ما عندي شي بي هسا اللي هنا هي عندي صارت بعد التبسيط واحد ناقص نير للجذر خمسة على جذر خمسة أقول في أقول في هنا ش أخلي أشوف المقام ش عندي طلاب عندي جذر خمسة بالبسط وجذر خمسة بالمقام ليش قلت لكم أضر أكتب فيه وخلي خط كسر جذر خمسة هنا وجذر خمسة بالبسط وجذر خمسة بالمقام أجي أخلي خط كسر أجي أضرب أوزع جذر خمسة بيش أضربها أضربها بواحد يطلع هو نفسه جذر خمسة أي كمية تضربونها بواحد هي نفسها الكمية هس أبدي أخلي ناقص النوب أقول جذر خمسة في ليش خليت ناقص طلاب هنا عندي ناقص خليت هنا ناقص هس جذر خمسة فيه اثنين للجذر خمسة خارج وخارج واحد فيه اثنين اثنين جذر خمسة فيه جذر خمسة هو خمسة بدون جذر جذر خمسة فيه جذر خمسة هو خمسة بعد بيحل السؤال أي بعد بيحل أكمل جوه هنا طلاب أكمل جوه أكتب خط كسر جذر 5 ينزل ناقص 2 في 5 10 وهنا نزلت 5 طلاب هنا السؤال كامل عندك بس الـ 2 ما ضاربها بالـ 5 يعني جذر 5 نزل ناقص نزلت 2 في 5 10 والـ 5 نزلت هذا السؤال هنا كمل أتمنى استفاديتوا من هذه المعلومات طلاب وافتهمتوا من الله التوفيق ومع السلامة